اشتركوا في القناة واعطت كل واحد منهم قسما يمثل كل جزء ربعا اي كل واحد منهم اخذ ربعا من التفاحة ويكتب واحد من اربعة اي اخذ جزءا واحد من اربعة اجساء ويكتب واحد خط الكس اربعة ويسمى هذا الكسر ربع اي جزء من اصل اربعة اجساء قطعة هذه الفطيرة الى اربعة قطع متساوية كما تشاهد في الصورة فماذا تمثل كل قطعة؟ كل قطعة او كل جزء من هذه الفطيرة يساوي ربع الفطيرة اي لو اعطيتك جزءا واحدا من هذه الفطيرة فاني سوف اعطيك ربع الفطيرة اي اعطيتك جزء من اصل اربعة اجساء اي واحد من اربعة ويكتب واحد خط الكسر اربعة ويسمى الكسر ربع اضع علامة صح على الشكل الذي يمثل جزءه الملون ربع في هذا الشكل هل يمثل الجزء الملون ربع الشكل؟ نعم يمثل ربع الشكل اضع علامة صح في هذا المثلث هل يمثل الجزء الملون ربع الشكل؟ لا لا يمثل ربع الشكل هل في هذا المستطيل الجزء الملون يمثل ربع المستطيل؟ نعم يمثل رب فقد قاموا بتلوين جزء من أصل أربعة أجزاء أي ربع الشكل أظهروا على متصح هل في هذا الشكل قد قاموا بتلوين ربع الشكل؟ لا لم يقوموا بتلوين ربع الشكل هل في هذه الساعة الجزء الملون يمثل ربع الساعة أي ربع الدائرة؟ نعم الجزء الملون يمثل ربع أضعوا على متصح أضعوا على متصح على الشكل الذي يمثل جزءه الملون ربع في هذا الشكل هل الجزء الملون يمثل ربع الشكل؟ نعم فقد قاموا بتلوين جزء من أصل أربعة أجزاء أي ربع الشكل هل في هذا الرسم الجزء الملون يمثل ربع الرسم؟ لا لا يمثل ربع في هذه الساعة هل الجزء الملون يمثل ربع الساعة؟ نعم يمثل ربع الساعة أضعوا على متصح أحوط الكسر الذي يمثل الجزء الملون في هذا الرسل هل الجزء الملون يمثل الكسر نصف؟ أم الكسر ربع؟ الجزء الملون هو جزء من أصل أربعة أجزاء أي واحد من أربعة وهذا يمثل الكسر ربع أحوط الكسر ربع في هذه الدائرة هل الجزء الملون يمثل نصف الدائرة؟ أم ربع الدائرة؟ الجزء الملون يمثل نصف الدائرة أكتب نصف فقد قاموا هنا بتلوين نصف الدائرة أي قاموا بتلوين جزء من جزئين أي واحد من اثنين ويكتب نصف أحوط الكسر نصف ترجمة نانسي قنقر